شارك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار في فعليات الدورة الحادية والسبعين للجنة الأقليمية لمنظمة الصحة العالمية الأقليم شرق المتوسط والتي أقيمت تحت شعار صحة دون حدود وذلك بدولة قطر الشقيقة وأكد عبدالغفار أن الصراعات المتفجرة حاليا بفلسطين وسودان ولبنان أدت إلى تعطيل الأنظمة الصحية بشكل خطير وتدهور النتائج الصحية لعدد لا يحصى من الأفراد مؤكدا أن مصر تتضمن مع أشقائها في فلسطين والسودان ولبنان مقدمة الدعم الإنساني والمساعدة الصحية لتخفيف معالاتهم